بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد موضوعنا في هذه الحلقة الكون كله مسبح يقول ربنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده كل ما في هذا الكون هو يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى وقف بعض العلماء عند هذه الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم قال أيها الإنسان إذا علمت أن الكون مسبح فسبح أو لا تسبح فأنت مسبح أنت مسبح بالقهر بقهر الربوبية وإن من شيء إلا يسبح بحمده إذا امتنعت عن التسبيح فأعضاؤك تسبح شعر كل ما فيك يسبح سبح أو لا تسبح فأنت مسبح شئت أم أبيت علمت أم جهلت فأنت مسبح إذا وقفت عند هذه الآية وتأملت ما فيها من معاني وجدت أن الله سبحانه وتعالى أعطى الأمر لجميع الكائنات والمخلوقات بالتسبيح وبالذكر والعبادة وإن من شيء إلا يسبح بحمده كان سعيد بن جبير المفسر رضي الله عنه وأرضاه يقول ينبغي لمن يقرأ القرآن أن يعرف تفسيره قالوا له كيف ذلك قال لأنه لو لم يعرف تفسير القرآن يكون حاله كإنسان جاءته رسالة من إنسان عزيز على قلبه لكن هذا الإنسان لا يقرأ ولا يكتب أمي فمع حبه لهذه الرسالة وما فيها ومع شوقه أن يعرف ما فيها إلا أنه لا يقرأ ولا يكتب هذا حال من يقرأ القرآن ولا يعرف تفسيره وإن من شيء إلا يسبح بحمده الجبال تسبح قال ربنا عن داود عليه السلام يا جبال أوبي معه والطير الطير يسبح مع داود عليه السلام والجبال كذلك وكان داود عليه السلام إذا أصابه حزن أو هم أمر الله الجبال أن تذكر وأن تسبح فكان إذا سمع تسبيحها أزال الله عنه الهم والغم ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث قبل أن أكون نبيا إني لأعرفه الآن هذا الحجر يسبح الله ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه الكون كله يتفاعل الكون كله يسبح الكون كله عابد لله سبحانه وتعالى وقد جاء في الحديث أن الصحابة الكرام ذكروا أنهم كانوا يسمعون تسبيح الحصاء في يد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا لا يسمع صوت النداء أي الأزان أو لا يسمع صوت المؤزن جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة إذا فهمت ذلك وتأملت ذلك وجب عليك أن تعلم أنك عبد لله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبداء الكافر الذي ما عبد الله سبحانه وتعالى كيف يكون عبدا لله قالوا بقهر الربوبية بالإطلاق الكوني وبالإطلاق الأمري وبقهر الربوبية وليس بالإطلاق الشرعي سيأتي عبدا يوم القيامة هو عبد لله سبحانه لأن الله خلقه لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فوجب عليك أن تأتي طوعا إلى ربك أن تأتي باختيارك لأنك مسبح على الحقيقة ولأنك عبد على الحقيقة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحا فتعرف على ربك من خلال هذا الكون فمن عرف نفسه فقد عرف ربه قالوا من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى قالوا من عرف نفسه بالعجز والضعف عرف ربه بالقوة قالوا من عرف نفسه بالزنب والمعصية عرف ربه بمغفرة الزنوب سبحانه وتعالى تعرف إلى الله سبحانه وتعالى وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْكَوْنَ مُسَبِّحَ وقد جاء في الحديث أن الضفاضع تسبح إن نقيقها تسبيح هذا النقيق الذي نسمعه هو تسبيح الضفاضع إن نقيقها تسبيح ولذلك نهى السادة الشافعية عن الاعتداء على الضفاضع وحرموا الاعتداء عليها استنادا إلى هذا الحديث إن نقيقها تسبيح فالكون كله مسبح وأنت مسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته